السلام عليكم مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار كذلك تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم نختار حالكم شيئ ومشيئات المغربية كالشئ واعره لديه بزاف اللي يرفيزه المغربية بطريقتي بهذه الطريقة سيجيكم بسهلة مفاتيش صعوبة أي حدقة تخاف منها ستحضرها من خلال هذا الفيديو تابع الفيديو من الولد لأخر باش تعرفي الطريقة التحضير بالنسبة لطريقة للعجينة المسمى اللي سنجد معكم سهلة بزاف ستحتاجوا الدقيق العبيض ودقيق الفينو ستحتاجوا 3 سلافة الدقيق العبيض وزلافة الدقيق الفينو وشوية دي الملحة الملحة لانا الملحة تكون فيه الملحة من كتروج للملحة بزافة ستحتاجوا المدافي وعجينة عادية بحل المسمى من تلقوها موالو يعني كي شوية لأقزفات العجينة كما تعرفوني دائما نضيرها في بلاستيكة نجمعها نضيرها خفيفة ونبعد نخشفوا بلاستيكة لتتلقي رأسها يعني بوحدة نخليها على تساع نعجينة على تساع ونخليها على جل ونضيروا باقي تحضيرات أخرى نضحن نضحن بشيد الزيت ونضيرها في بلاستيكة باش لا تلقو لكم ان تحيدوها وتنخليوها ونضحن المرحلة الثانية اللي هو المرق سنحتاجوا واحد جاجة على حسب العادة الأفراد الأسرة ملحلة ملحلة الزعفران الحور بدلا تقوم بصير الزعفران الحور هذا المكون الأساسي يجب أن تضيف السمن ورس الحانون وعطرية الدجاجة يزيدها نضيف البنازوينة نضيف العجينة نجمع العطرية مع التومة والسمن نضيف السمن نضيفه في الجج نضيفه في المرق نضيف المرق ونضيفه في الججاجة ونضيف الججاجة كاملة توابي كما قلت لكم التوابي المعروفة السمن داروريز عفر الحور أكثر العطارية هي التجاجة وهذا يزيد المساخ ومساخ من مديرهم ومع السلحان تحتوي على الرسول والتيومة سنخشيها وسط الجاجة لكي لا تدري في المال تحلوها هذا الطريقة جيدة ندريها وسط الجاجة منها تطلق البنة تبقى مجموعة وليس تحشوه في المعرق هذا المسلم يمكنك التحضير بها ونعرفها يجب أن يكونوا الاستخدام يجب أن تأكلوا وتقاوم خبية و تضيبوا الوحيد تجيبنينة في رفيسة تجربوها و تجربوها جيدة بالتصغير قمت بازيت نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف بيك قملك الجنيه للتجاجة قلبتها من نغل الماء جيدا و طيبها و طيبتها تمت وقلبتها لقليبها كيف يخلط طيب كثير من الطهر طيب صافي و قلبتها من نغلية لقليب الطيب لكن فيها من نغلية صغيرة و طيب لقد تغلية لقليب طيب سوف نغلية طيبة و بالنسبة لي إشتها طيبة سننزها و نضعها لكي تحمر اضع تحليها في المنزل اضع الفران حلبة نضيف المعرق نضيف المعرق نضيف المعرق هذا لقد صغري نضيف المعرق هذا نضيف المعرق مضيف المعرق أنزف المعرق نضيف المعرق كم سمن زيتون اضافة 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 الزبط اضافة السمن ضبط ضبط سمين اضافة ضبط ضبط اضافة القطور اضافة ضبط اضافة اضافة كما أرى اجنا قد تشاهدون عرش من الأول عجنا قد تسلم المسمن وبإحلامتي قد تحنون منها علاكما تطيعون المسمن لتطيبوا على خطركم أو تجدون تطيبون قد تصعن في نعر واحد قل شرعوا كبار أو صغار هده بصير لكي يصنع المسمن سهل لا تتحركوا معه لأجدوا الواحدة كرقيقة وعها في المقلاق القد تتحقون من الملتعد هذه سهلة تأخذي كل واحدة و تديرها على شكل مسامنات عادي أنواركم الطريقة تجيكم ساعدة تصاوبوك الطيبة توجد شيء واحدة تصاوبوك الطيبة مهم تأخذي و تديرهم كبار لا تكبري و لا تربحي الوقت خاص غير تكون لديك ملقلات كبيرة لكي تحطيك ولا واحدة ممكن تهني من كل واحدة تغير نحاول نجبدو مسمى لجينة تكون رقيقة نضع زيت كما اصدقاء كما انا قمت القناعة و يجب العجين حسنا بحالة الأكتيام تحاول ترقيها بشكل مفور نقط تكتيسى كم نصاوبوك الطريقة المسمى المربع عادي اشتركوا في القناة 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 ومن ثم قوية الطريقة حتى نكملهم كامل كما ترون المنزل في نام لابده احضر بشكل آباء وربما نخرج المنزل في الوضع إمكانه بحضر نائية ومن ثم ترفق كامل لاحقا كامل المنزل في الكامل الاضحاب مقلعة كبيرة كبيرة كبريهم مزيان او تقطعهم بالموس او بالمقص او ساعجي باقصة ومسل او بالمقص من القليل او بالمقص او بالمقص او بالطريقة او بالمقص او بالمقص كما تشاهدون المعرقة سوف تنزل لكم بصلة جيدة سوف تنزل المعرقة في week 3 سوف تنزل البصلة تركيز المعرق سوف تطبط المعرق تضبط المعرق قطع المسمن نسكيه لنشرب المعرق نحاول نضيف الطبق المعرق تكون مرق سخون ثم نضيف طبقة ثانية لكي لا يكون ناشف فقفية ثم نضيف السكسو ثم نضيف السميدة 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 والمثال نقوم بطبيعة تقرير كما تشوفوا بالنسبة للجاجة من التحمرات و العدس كما تشرب بشكل جيد كما تشرب بشكل جيد و الحلبة و الحلبة لا تستطيعها كما تشرب بشكل جيد كما تشرب بشكل جيد بشكل جيد و يتم تحمر بشكل جيد و هي سيارة سخونة و تنامي فقط و يتم تحمر مباشرة و تشرب بشكل جيد يتم تحمر بشكل جيد و نتمنى أن الإصايات في الوصفات و بالنسبة للأصوص تضيف بشكل جيد بالنسبة لرفيزة بنينة خاصة تكون سخونة والثومة لدينا الداخل كما تشاهدون تضعها الفوق الذي يريد أن يكون فصل الثومة تكون قاسحة ولكن يمكن تخلطها مع المسمن والعديز تكون مجهدها وخطي تحتفظ بها من بعد إذا لم تتكاللت مرة مرة تستخدمها في المعرق وصلنا أخواتي لنهاية الفيديو لا تبقلوا اشتركوا في القناة والبرتاج من الأصدقاء في مواقع الوصول الاجتماعي وسمحوا للأخوات التي تحمل الأخوات التي تجمعون هذه الوصفة سمحوا لي أحكم في الجنة مع السلامة مع فيديو جديد إن شاء الله في رأيس الله إلى اللقاء